اخيطان اخوان مانويل بيرجع الى حسين اسماعيل الى احمد الدوسري اللي بيعود من اصابة كرة مكتوعة علي صالح نادي الفحيل فيها ممكن تكون خطورة على المرمى الله خطرة ما زالت خطرة الله لكن في راية في راية في راية في راية راية وموقف التسلل حاضر على سعد العزمي وكرة حلوة بحط كرة الحقيقة فواز الرشيدي بيخطف كرة مجهة اليمين في خطة دفاعي لكن القائم الايمن يبعد فرصة هدف الى متابعة سعد العزمي وفي راية وموقف التسلل شوف لعادة ومراجعة ايضا لحكام تغنية الفيار ووضعية سعد العزمي لكن هو تابع كرة ويتأكد منها هاشم الرفاعي اذا كان سعد العزمي في موقف التسلل يتأكد اذا هاشم الرفاعي وضعية اذا القرار اذا كان سعد العزمي بحالة التسلل هل يتأكد هاشم الرفاعي مع عمارش كناني وفارس الشمري هم من يتابعون تغنية الفيار والقرار النهاي في انتظار رح يرجع اذا قرار سليم هاشم الرفاعي قولي صالح نادي الفحيل بعد ما راجع الزملاء في تغنية الفيار لهدف نادي الفحيل واللغط الحضراء لي وكام الفيار قرار اذا احتساب هدف نادي الفحيل وفعلا كانت اللحظة في الثانية يعني تسدد اللعب الكرة ووضعية سعد العزمي كانت سليمة وارجوع الكرة من القائم واستقبلها من المتابعة لغطة كانت هي مثيرة الحقيقة من البداية